هل نقرأ أن الإصرار الشعبي رغم المحاولات الكثيرة هو قادم كالسيء أنا أعتقد أن حركة الاحتجاجات حققت يعني شيء لم يكن متوقعا لا في توقيت ظهورها لا في طبيعة الاحتجاجات لا في قدرتها على المحافظة على زخم هذه الاحتجاجات طوال هذه الأشهر يعني نحن نتحدث اليوم من واحد عشرة إلى الآن يعني نتحدث عن ستة أشهر تقريبا من الاحتجاجات المستمرة أو خمسة أشهر احتجاجات مستمرة محافظة على زخمها رغم كل شيء رغم الموت رغم العنف المفرط رغم التشكيك لكن أنا أتحدثون عن الطبقة السياسية هل استجابت هذه الطبقة لحركة الاحتجاج أنا أشكك بذلك يعني دائما ما يقال أنه استقالة رئيس مجلس الوزراء تمت بسبب الاحتجاجات نعم لكن بطريقة غير مباشرة قانون الانتخابات لو تقرأ قانون الانتخابات ستكتشف أنه صمم يعني لتحقيق مصالح القوى السياسية التي مررت هذا القانون أعد قراءة القانون هذا القانون ضمن التزوير بشكل كامل يعني هناك فقرات في هذا القانون تضمن التزوير لأن هذه الطبقة السياسية تعتمد دائما على التزوير في ديمومة بقاها استطاعت أن تمر القانون قادر على ضمان التزوير هذه إشكالية هو لم يقر بعد لا لا أقر القانون الذي لم يقر لم يساوت عليه لا لا القانون مرر بالكامل العائق الآن هو قضية تسمية الدوائر الانتخابية يعني موضوعات أنه يجب أن يكون هناك ملحق بالقانون حول الدوائر الانتخابية هذا الملحق لم يستكمل بعد حتى قضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتوهم من يعتقد أنه مفوضية القضاة ستنتج انتخابات نزيهة وتجربتنا مع القضاة في انتخابات عال 2018 كانت كارثية وبالتالي أنا أعتقد أنه أولا استطاعت القوى السياسية أن تحتكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل القضاة الذين جاءوا جاءوا بترشيحات من أحزاب ترجمة نانسي قنقر